اهلا بكم في بلا قيود ضيفي في هذه الحلقة سياسي عراقي بزغ نجمه مع الاحتلال الأمريكي للعراق شغل منصب مستشار الأمن القومي العراقي في فترة من أصعب الفترات التي شهدها عراق ما بعد صدام لعب دورا مهما في عملية إعادة تأهيل العراق على الصعيد الدولي وشارك بشكل فعال في جهود احتواء الصراع الطائفي في العراق اليوم أسأل دكتور موفق ربيعي مستشار الأمن القومي العراقي السابق هل ما زال على رأيه المؤيد لعملية الغزو الأمريكي للعراق على الرغم من الأصوات الأمريكية العديدة التي أقرت بفداحة الخطأ أين يقف العراق من وجهة نظري في ظل حالة الاستقطاب والاضطراب التي تشهدها المنطقة أهلا بك دكتور موفق أهلا بك إذا بدأنا مع حضرتك منذ عام 2003 كنت من المؤيدين والمناصرين للوجود الأمريكي في العراق بشكله الذي تم به وبعد ذلك هندست للانسحاب الأمريكي في 2011 إبان هذه الفترة هل عراق اليوم وفقا لهذين الحدثين وصل إلى ما كنت أنت تصبو إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك وشكرا للبي بي سي وشكرا لبلا قيود الحقيقة كانت الأمال جدا عالية وكنا نتصور سوف نصل إلى أهدافنا في الديمقراطية في الازدهار والرفاة في اقتصاد قوي وفاعل في عراق جديد ديمقراطي تعددي تداولي فدرالي في مدة جدا قصيرة ولكن هذه الأمال الحقيقة خابت ولم نستطع الوصول إليها لعدة أسباب منها أخطاء ارتكبتها قوات الاحتلال الأمريكية ومنها أخطاء ارتكبتها النخبة الحاكمة التي جاءت بعد 2003 ومنها تآمر إقليمي منها شركاتنا في الوطن حملوا السلاح ضدنا ولا زالوا قسم منهم يحملون السلاح ضدنا لأنهم لم يستطعوا أن يستوعبوا أن المرحلة تغيرت وأن القادم هو الحكم الأغلبية السياسية كل هذا الوضع في العراق جدا معقد ولن نستلم وضع من الصفر الحقيقة في 2003 إنما استلمنا وورثنا وضعا تحت الصفر طيب هناك مرحلتان فيما تقول حضرتك مرحلة ما بين عامي 2003 حتى 2008 فترة اندلاع ما وصف بأنه الحرب الطائفية أو المذهبية في العراق ما دوركم في ضحر هذه الحرب قبل أن تبدأ وبعد أن استعارت؟ الحقيقة أنا عندي عقيدة راسخة أنه لا يمكن لهذه الحرب الأهلية وهذا التطاحن والاستقطاب الطائفي أن ينتهي إلا بمصالحة وطنية حقيقية بين الشيعة والسنة والعرب والكرد لا يمكن أن يبنى هذا الوطن إلا على ثلاثة أركان الشيعة والسنة والعرب والأكراد أعتقد أن هذه المسألة ساعدتنا كثيرا في إطفاء الفتنة الطائفية في 2006 و7 وفي أقصر مدة ممكنة خلال 18 شهر أطفأنا الفتنة الطائفية وانتهت الفتنة الطائفية لأنه عقيدتنا في أن المصالحة الوطنية هي الطريق الوحيد لاستقطاب أولئك الذين يشعرون بالتهميش والإقصاء الآن نفس الدرس ينبغي علينا أن نسلكه لا يمكن لأي جيش في الدنيا أن يستعيد الأنبار ويستعيد نينوى بدون أهل الأنبار ونينوى كسب عقولهم وقلوبهم وإعطائهم الإمكانات لقتال تنظيم داعش الدرس هذا يقودني إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الوجود الأمريكي في العراق بعد ذلك الانسحاب الذي حضرتك كنت أحد المهنسين له في 2011 والآن عودة بشكل آخر لمحاربة تنظيم الدولة أنتم لكم رأيي دكتور موفق فيما يجري الآن من عملية أمريكية في العراق بمساعدة حلفائها أن العملية تحتاج الكثير من الدعم وتقوية الشوكة واستهداف أكثر لعناصر تنظيم الدولة ألا يضر ذلك أو يؤشر بأن المشروع منذ بداياته الانسحاب الأمريكي وحل الجيش العراقي وتسليم المهام للقوات الأمنية العراقية لم يكن ناضجا أعتقد أنه إلغاء الجيش العراقي والإلغاء المنظومة الأمنية في 2003 كان موضوع لم يكن ذلك بقرارا أمريكي إنما هو موضوع حال وضع حال هو الذي عندما انهزم الجيش العراقي أمام الجيش الأمريكي انحل الجيش وانحلت المنظومة الأمنية كاملة فينبغي علينا أن نبنيها من جديد على عقيدة جديدة على تسليح جديد على تدريب جديد على عدات جديدة أما الانسحاب الأمريكي الحقيقة لم ندعو إلى الاحتلال الأمريكي أولا ولكن عملنا على انسحاب أمريكي مبكر أنا أقول شيء أن عندما وجهنا في 2003 بوجود احتلال أمريكي أجنبي على العراق كان أمامنا طريقان الطريق الأول المقاومة السياسية والطريق الثاني هو المقاومة العسكرية نحن اخترنا المقاومة السياسية وأعتقد أنه أخرجنا الاحتلال في مدة أكثر ما يمكن أن يكون حضرتك لعب تدور مهندس عملية الحفاظ على الأمن القومي العراقي كنت الشخصية الأبرز الأولى في هذا المضمار وبالتالي أين يكمن الخلل هل في عدم الاستماع إلى وصاياك أصلا الخطة التي اشتركت في وضعها ينبغي أن يعترف اليوم بأنها معيبة والحال الذي وصل إليه العراق الآن نتاج ضمن عدة نتائج لهذه الخطة أعتقد أنه المشاكل كانت كبيرة جدا ومن أهم المشاكل هو إدخال المحاصصة الطائفية من أهم المشاكل هو هذه المحاصصة الحزبية والطائفية السياسية والاستقطاب الطائفي والشحن الطائفي في المنطقة ينعكس على العراق ومع الأسف أقول أنه بعض الأحزاب السياسية الدينية سواء أنه الشيعية أو السينية كانت مع الأسف طائفية الاتجاه وهذه الطائفية هي التي شقت الشرخ الوحدة العراقية حضرتك حملت أيضا القوات الأمريكية جزء من المسؤولية عن حالة المحاصصة والاقتتال الطائفي فيما بعد في تصريحات واضحة أكثر من مرة على الرغم من ذلك أنت كنت ضد الانسحاب بشكل مفاجئ وكامل في 2011 ومع إعادة نشر قوات عراقية أمريكية وقلت فيما بعد أن ذلك كان يمكن أن يمنع إيران من إقامة جسرها الجوي إلى سوريا لا أعتقد أن هذا لا وجود له في تصريحاتي أبدا إنما أنا مع خروج الاحتلال وانتفقنا مع الولايات المتحدة أن تخرج من علاق ما بين 2009 و10 و11 ولكن خلال الثلاث سنوات تلك كان ينبغي على الولايات المتحدة وهذا بالاتفاقية للطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة أن تدرب القوات الأمنية العراقية وتسلح الجيش العراقي وتسلح الشرطة الاتحادية وتسلح الشرطة الاتحادية وتدرب كل المنظومة الأمنية وتعطينا منظومة أمنية إلكترونية كاملة هذا مع الأسف صار خلل في الولايات المتحدة لم تفي بوعودها لأنه اتغيرت الإدارة من إدارة بوش الجمهورية إلى إدارة أوباما الديمقراطية والإدارة الديمقراطية مع الأسف كانت تريد أن تنسحب من العراق خلال الثلاث سنوات بأي ثمن كان حتى لو تركت العراق لمهب الرياح وهذا هو الخلل الأساسي حقيقة لأنه الأمريكان لا يفهمون غرباء عن الأرض لا يفهمون لا لغة لا دين لا مذهب أصلا لا يفهمون هذه المنطقة ولا يفهمون هذا البلد حل القوات العراقية كما يتردد على يدي بول بريمر إلى أي مدى حضرتك مسؤول عن هذا القرار هل سمحت به ولا أجبرت عليه أجبرنا عليه يقينا ولكن هو واقع حال عندما جئنا إلى العراق في 9-4-2003 لم نجد جندي ولا ضابط ولا مراتب عسكرية في المعسكرات لم نجد حتى الشرطة المحلية خلعوا ملابسهم وذهبوا إلى البيوت فلا توجد منظومة أمنية لا جيش لا شرطة لا أمن لا مخابرات لا استخبارات أصلا ما موجودة يعني هو حلت نفسها لأنه انهزمت أمام القوات الاحتلال هذا حقيقة قرار برمر هو قرار تقرير حال وليس قرارا أنه هناك جيش موجود وقوات أمنية موجودة تحفظ الأمن والنظام وهو قرار حل لا وهذا ليس دفاعا عن برمر أنا اختلفت مع برمر اختلافات كبيرة جدا في كثير من القضايا إذن من أين يأتي الإجبار دكتور موفق؟ لأن البعض يذهب إلى الاعتقاد بأن منصب مستشار الأمن القومي كان ينبغي أن تسلك فيه أحد مسلكين اسمح لي المصلك الأول هو أن تعمل على تغيير هذا الوضع وتعمل على منع حل القوات العراقية أو على الأقل استبدالها بكوادر يمكن الاعتماد عليها والجيش العراقي كان جيش قوي مشهود له على الأقل في حقبة الثمانينيات والتسعينيات أو أن تستقيل سيدتي أولا الجيش هو حل نفسي هو حل نفسي هذه المسألة المسألة الثانية كانت قوات الاحتلال لها يعني أعطيت بقرار من مجلس الأمن أعطيت القرار السياسي والقرار الأمني والقرار الاقتصادي من ألفه إلى يائه في العراق خلال سنين الاحتلال فلذلك نحن كنا كنا مثلا في السنة الأولى عندما كنا في مجلس الحكم كنا يعني حسب قرار مجلس الأمن الذي هو في منتصف مايو 2003 يقول أنه أنتم مستشارين للإدارة الأمريكية أو للإدارة الأمريكية التي تدور العراق فلذلك الاحتلال كان كل شيء في يده في يد الاحتلال نحن كنا نتزاحم في المناكب هذا صح التعذير أو نحاول أن نفرض آرائنا ونقنعهم نفرض آرائنا بالتهديد حتى أكثر من مرة اضطررت إلى أن أذهب إلى الواشنطن بوست ونيويورك تايمز وأعطي بعض الإشارات للضغط على الإدارة الأمريكية في تغيير مواقفها ذات المبدأ يمكن تطبيقه على الساسة الذين عملت معهم دكتور موفق وأنت مررت تقريبا بكل الحكومات العراقية منذ الغزو الأمريكي للعراق وحتى هذه اللحظة في مناصب مختلفة هل سيرت هذه الأنظمة هل دفاعك كان عن الأشخاص وهي نقطة رحناها حتى قبل تسجيل هذه الحلقة عندما أدافع عن الحكومات العراقية منذ 2003 ولحد اليوم لا أدافع عن الأشخاص ولا عن الحكومة ولا أدافع عن الوزراء أو رؤساء الوزراء ورؤساء الجمهورية أدافع عن النظام الجديد في العراق أدافع عن الديمقراطية أدافع عن الفدرالية أدافع عن حقوق الإنسان أدافع عن الدستور الذي حصلنا عليه أدافع عن التداول في السلطة وتغيير الحكومات وتغيير مجال أدافع عن الانتخابات أدافع عن حريات العامة أدافع عن النظام المنظومة الأمنية المنظومة السياسية الجديدة النظام السياسي الجديد هذا الذي يدافع عنه حقيقة حضرتك تختلف في طرحك ورؤيتك مع النظام الحالي في العلاقة من بعض القوى الإقليمية تصريحا ومبدأا من بينها السعودية مثلا حضرتك لك تصريحات واضحة تقول أن السعودية كدولة عراقية موجودة في المنطقة دولة عربية ومؤمنة بقومياتها أمنت بأن السعودية هي مركز ثقل العالم الإسلامي سياسيا واقتصاديا ودينيا على الرغم من ذلك حضرتك كانت لك انتقادات لادئة على السعودية فيما بعد حملتها مسئولية تفاقم الإرهاب مش بس في العراق في العراق وسوريا واليمن سيدتي عندما نتحدث عن السعودية يجب أن نفرق بين العائلة المالكة والمؤسسة الدينية والشعب السعودي أعتقد أنه يعني علينا من أجل أن نفهم هذا علينا أن نفرق وأعتقد أنه السعودية مركز ثقل سياسي وديني واقتصادي في المنطقة وعلينا أنه نمد يعني جسور حتى لو اختلفنا سياسيا معهم حضرتك تريد التفريق نتعاون معهم أمنيا لهزيمة داعش حضرتك تريد التفريق بين أجنحة صناعة القرار في السعودية أي جنح من هذه حملته المسؤولية تحديدا عن ترك الفكر الوهابي ينتشر إلى أن وصلنا إلى مرحلة تنظيم دولة من وجهة نظريكم المؤسسة الدينية في المملكة العربية السعودية هي أكبر مصنع للجهاديين في العالم بأجمع دكتور موفق هل من تصريحاتك أنك قلت أن على الحكومة السعودية أن تبدأ بخطوات جادة وفعالة لاجتثاث أصحاب الفكر التكفيري ومروجي عن طريق أجهزة الأمن السعودية تحمل الحكومة إذن مسؤولية إما التساهل أو غض الطرف عن هؤلاء الحكومة السعودية بالتأكيد مسؤولة عن تغيير المؤسسة الدينية لأنها هي التي تمولها المال وتمولها بالإمكانات والسلطة فلذلك إذا سحبت منها المال والسلطة بالتأكيد ستضعف هذه المؤسسة الدينية وبالتالي سوف يقل عدد الجهاديين والناس الإرهابيين الذين يصدرهم هذا الفكر التكفيري الإقصائي ذات التصريحات يمكن أن نطبق فيها مبدأ استضاح من حضرتك تصريحتك عن إيران قلت أن العراق لن يكون مخلب لإيران ضد العرب الحكومة العراقية الحكومتان الأخيرتان لديه مع علاقة خاصة جدا مع إيران يختلف على تفسيرها وتقويمها حتى من قبل الساسة بس الواضح الآن أن الجنح السعودية الذي حضرتك تريد لاعتماد عليه غير مفاعل والدليل أن العراق معارض لعملية عصيفة الحزب مثلا هناك قضية القضية الأولى علاقتنا مع الجمهورية الإسلامية نعتقد أنه ينبغي أن تكون في العراق علاقة متميزة مع الجمهورية الإسلامية في إيران جار كبير وصديق وحليف للنظام الجديد في العراق وحليف لحل المعارضة العراقية قبل النظام الجديد في العراق فلذلك هذه علاقة متميزة وعلاقة أسميها حيوية ولا نعتقد أن هذه العلاقة تتعارض مع العلاقة الاستراتيجية للعراق مع الولايات المتحدة نعتقد أنه أحدهما يكمل الآخر هذه المسألة المسألة الثانية العراق عربي والعراق انتماء عربي إسلامي ونعتقد أنه العلاقة ودولة خليجية العراق فلذلك ينبغي تحسين علاقاتنا مع الدول الخليجية أما العراق وموقف العراق من عاصفة الحزم أعتقد أنه جدا واضح أنه نحن ضد تدخل أي دولة بشؤون الدولة الدول المجاورة نحن عانينا من هذا عانينا من النظام في النظام السابق وعانينا من حتى بعد النظام السابق من تدخل الدول المجاورة بالشأن العراق كيف تتوقعون إذن إعادة الوصل السياسي والتآذر وربما علاقة استراتيجية أو شراك استراتيجية مع السعودية وهي واضحة فيما تريد في هذه المرحلة من حلفائها إذا كانوا حلفاء نحن لدينا خطة واضحة من ثلاثة نقاط لحل الأزمة اليمنية وحل أول شيء إيقاف اطلاق النار على الأرض ومن السماء ومن الجو اثنيا مصالحة وطنية حقيقية بين الأطراف اليمنية جميعها ولا ينستثني أحد منهم الشيء الثالث انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة تجرى في اليمن تفرز حكومة هذه الحكومة هي التي تمثل الشعب اليمن على ذكر الحكومات حضرتك لك تصريح قريب جدا تحدثت فيها عن قوات الحشد الشعبي وبعض اللغة التي ثار عن القوات فيما تعلق بعدد من الانتهاكات المزعومة في تكريت انت قلت انه لولا قوات الحشد الشعبي لكانت الحكومة الحالية تضرب المنفى ماذا عنيت بذلك عندما في نكسة حزيران من العام 2014 اجتاحت داعش الإرهابية ثلاثة ونصف محافظة وهددت أمن بغداد حتى أنه أنا عندما كنت في بغداد رأيت بعض المسؤولين السياسيين نقلوا عوائلهم خارج بغداد وحضروا إلى ترك بغداد فلذلك كان هناك احتمال أن الحكومة المنتخبة ومجلس النواب المنتخب من الشعب العراقي يمكن أن يتحول أن يدير العراق من الحلة أو من الكوت من المنفى فلذلك لأن كانت تهدد أمن بغداد ولو دخلت داعش بغداد لما كانت حكومة عراقية الآن موجودة فلذلك الحج الشعبي المكون من قرار من القادر عن القوات المسلحة والفتوى بالجهاد الكفائي من المرجعية النجوك هي التي أنقذت العملية السياسية وأنقذت الحكومة الحالية فلذلك الحج الشعبي الآن جزء من الدولة العراقية فيها بموازنة هل يعني ذلك غض الطرف عن انتهاكات قام بها هذا الجزء إذا كان هناك حاجة إلى استغلاله على الأرض بالشكل المطلوب هذه الانتهاكات انتهاكات فردية وليس عامة وتحدث في الجيش وتحدث في الشرطة الاتحادية وتحدث في الحج الشعبي وتحدث في أي مجموعة بشرية ولكن علينا أن نكون جدا حساسين في الحكومة وفي الدولة العراقية ونضرب بيد من حديد وتكون مثل للآخرين لأن نحن على أولئك الذين يخترقوا حقوق الإنسان سواء في الحج الشعبي أو غيره ولأنه نحن ضحايا خروقات حقوق الإنسان سواء في العهد قبل 2003 أو بعد 2003 بعيدا عن التدخلات الخارجية هناك مواءمة في العراق تبدو فيها مساوئ نظام المحصصة من وجهة نظر عدد من السياسة حضرتك من بينهم تأييد الفيدرالية كنموذج في العراق من وجهة نظركم هل يمكن أن يفعل هو ناجح في بعض النماذج الأوروبية بس في العراق هل يمكن أن يفعل ولا سيؤدي لمزيد من التفتيت الفكرة التي حضرتك أصلا كنت ضدها من 2003 أنا أعتقد أن الفيدرالية هي الطريق الوحيد لحل المشاكل لعله العرقية أو المناطقية أو حتى العشائرية في بلدنا لأنه بلدنا بلد متنوع وباقة ورد وهذا ديدني والتنظير أنا نظرت إلى الفيدرالية منذ 1991 منذ غزو صدام إلى الكويت وقلنا أنه الطريق هو الفيدرالية ليس فقط الفيدرالية كردستان لا إنما الفيدرالية لأي محافظة تريد تنسجم مع محافظة أخرى أو لوحدها ألا يترجم ذلك دكتور موفق لحالة من إلغاء حدود سايكس بيكو ربما مش بس داخل العراق وإنما خارجها هو بالتالي الاستفاف الإقليمي الموجود الآن يلغي حالة باقة الورد ويستبدلها باستفاف قد يصل إلى حد العسكرية مش بس في العراق وجدناه في أكثر من موقع الطريق الوحيد لأن نحفظ هويات الهويات الثقافية والمذهبية والدينية والعرقية والمناطقية والعشائرية والثقافية في العراق هو أن نعطي اللامركزية الواسعة التي نسميها اتحادية أو الفيدرالية والدول الفيدرالية هي الدول الأقوى في العالم مثل الاتمتحدة مثل ألمانيا مثل فرنسا حتى مثل فالدول الفيدرالية هي الدول الأقوى فبالعكس دولة قوية في دفاعها وفي سياستها الخارجي وفي موازنتها في بغداد هذه دولة قوية اتحادية والخصوصيات للهويات الفرعية تأتي بعد ذلك ولكن بناء العراقية جديدة الوطنية العراقية جديدة تحت مضلة العراق الموحد الاتحادي هناك مشاريع وأحلام قومية من بينها حل من دولة كردية مثلا فكيف يمكن ضبط هذه المسألة في ضوء مشروعات قائمة بالفعل يتم العمل عليها؟ أنا مع حق تقرير المصير للشعوب هذا حق قابرت الأمم المتحدة ولكن أنا أعتقد أنه لو استفتي الشعب الكردي الكردستاني في كردستان الآن لاختار البقاء في العراق الفيدرالي لأسباب اقتصادية وأسباب سياسية وأسباب أمنية كذلك الآن عندما تهدد أمن كردستان والتجربة الكردستانية كلها تمحى من قبل داعش في نقصة حزيران من العام الماضي استنجدوا بالطيران العراقي واستنجدوا بدول الجوار فلذلك كردستان لوحدها في الوقت في المنظور الرهن يعني في المنظور الآن يعني في المستقبل المنظور لا أعتقد أنه يعني فكرة ناجحة على ذكر الساسة الذين وردوا على العراق والذين حضرتك عملت معهم خلينا نتحدث عن من لم تعمل معهم لماذا هناك دائما لغط حينما يقترن اسم الرئيس العراقي راحل صدام حسين باسم الموفق الربايعي في مناسبات عدة أولا اعتراضك بشكل مبدئي على عقوبة الإعدام ثم موفقتك في حالة صدام حسين عليها ثانيا المسائل الأخرى العالقة الصغيرة حبل الإعدام المعروض ربما للبيع في مزاد أو سترة الرئيس العراقي أنا ذاك لماذا دائما هناك ربط بين الاسمين أنا أعتقد أنه صفحة النظام السابق ينبغي أن يمكن أن نعفو ولكن لا يمكن أن ننسى لأنه لا ننسى لأنه يبقى درس للأجيال ماذا عمل صدام حسين وأبناء صدام حسين بالعراق من أجل أنه نمنع الدكتاتورية من العودة هاي مسألة المسألة الثانية عندي في بيتي في بغداد التمثال صدام حسين والحبل الذي شنق فيه صدام حسين وكذلك الكلاشنكوف الفضية التي تابعة لصدام حسين هذه ملك للشعب العراقي عندما يكون هناك إن شاء الله متحف يزار لذكريات النظام السابق أعطيها للحكومة العراقية وهو ليس للبيع دكتور موفق الربيعي مستشار الأمن القومي العراقي سابقا والنائب الحالي شكرا جزيلا على وجودك في بلا قيوت شكرا لك سيدتي شكرا